في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة استخدم نتنياهو صورته مع صديقه بوتين خلال حملته الانتخابية فما خلفية الشقاق بين الصديقين الان لم تنسى روسيا موقف اسرائيل الذي يميل للغرب ضد موسكو في حربها الاوكرانية ووجدت في الحرب الاسرائيلية على غزة فرصة للرد فبرغم ادانة موسكو الشديدة لهجوم حماس اعلنت الخارجية الروسية رفضها استخدام ذلك مبررا لعقاب الملايين من الشعب الفلسطيني بشكل جماعي ودعت لوقف الاعمال القتالية في غزة بشكل كامل الخلاف الروسي الاسرائيلي ظهر جليا في البيانات المتضاربة التي نشرتها اسرائيل وروسيا في اعقاب محادثة بوتين ونتنياهو الاخيرة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد اعرب نتنياهو عن استيائه من مواقف موسكو المناهضة لاسرائيل وتعاونها الخطير مع ايران بينما صلت البيان الروسي ضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة الجارديان نقلت ايضا عن الدبلوماسي الروسي السابق نيكولاي كوزانوف قوله ان العلاقات وصلت الى ادنى مستوياتها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي فهل يمزق نتنياهو صورته مع صديقه بوتين؟ اشتركوا في القناة